محبتي ونصيحتي لإخواتي المضطهدين لا تنكروا السيد كتابنا ومسيحيتنا لا تعلمنا التقية إننا في وقت الخطر أجذب هذا كذب بلغة كلمة الله نحن لا يوجد شيء اسمها التقية لما يقول أنت مسيحي مؤمن أنا مسيحي يحصل اللي يحصل على فكرة يمكن ناس يقول أنتم قاعدين في برة واخدين راحتكم لا في أشكال كثيرة جدا من الاضطهاد مش شرط يكون الاضطهاد جسدي سدقوني يا خنزار إسلام وفوبيا هنا اضطهاد الاضطهاد الجسدي أحيانا أخاف من نوعيات أخرى من الاضطهاد اللي بتخلي الإنسان مرتاح ويبتعد عن الله ويفقد أبديك بالضبط بالضبط فعشان كده نتكلم على أنواع الاضطهاد المختلفة مهما كان اضطهاد لابد أن نعلن إيماننا بالرب يسوع ونتمسك به ونحن واثقين أن نستودع أنفسنا بين يدي الإله القدير القادر أن يحفظ خروجنا ودخلنا عشان كده في متى عشر وستاشر رب يسوع بيقول إيه أنا هبعتكم وهنا بقى نفس التشبيه فكرة لنتكلم على التنمر والتأسد والتوحش أنا هرسلكم كحملان وسط ذئاب هينهى شوكم وهيعوروكم فرب يسوع إدانا مقدما تحذير أنه هيحصل كده وقد يسمح النقف أمام السلطات والحكام الملوك والرؤساء بس زي ما حضرتك قلت على الملك أغرباس وكان بولس إزاي يشاهد فالرب يستخدم الopportunities دي فطالما أحنا مسلمين كل أمورنا للرب وثقين ثابتين فيه نثق ونؤمن أنه إردته دايما صلحة مرضية كاملة مهما إردته سمحت لنا زي ما ربي سؤال لتكن لا إرادتي بل إرادتك موسيقى